أصبحنا نعتمد على خراءة جوجل في معظم تنقلاتنا في السيارة طبعا فهي موثوقة أريح للبال ننظر إلى الخريطة نخطف النظر إليها ونتبع الخطوة يعطينا معلومات دقيقة عن حالة الطريق وعن طول الرحلة أي تحديثات تأتينا أو حتى من غير أن ننظر نستمع إلى المرشد إن عطف يسارا بعد مئة متر انتقل إلى الطريق السريع اتخذ المخرج الأول بعد الدوار لكن تخيل أن تقضي ساعات وساعات تستمع إلى هذه الإرشادات شيء ممل قاتل تعذيب لماذا لا يكون هناك شيء خفيف الدم أكثر مثلا مثلا صوت محبب مثل صوت الفنانة المصرية بدرية طلبة بلهجتها المحلية الكوميدية ترشدك إلى طريق تداول عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بأن يحل صوت بدرية ونهفاتها محل الصوت الجدي المتداول ويبدو أنها ظهرت إشاعة كبيرة بأن جوجل وافقت على إصدار نسخة من الخرائط بصوت بدرية فبدأت الاقتراحات وتغريدات والنكات كيف يمكن للإرشادات أن تكون بصوت الفنانة بدرية سهيلة تقول ما فيش طريق يمين كلهم لما أخذش مال سيب الروج وانتبهي للطريق يا جميلة الجميلات سيب أول يمين الدرباندح وخش في الغرزة الضيقة كده معناها واحد درباندح واثنين غرزة ضيقة روح إلهي تنستر هكذا هي تتكلم بدرية طلبة تقول هتسجل صوتها لجوجل جوجل مابس وهأخذ الموضوع ده حافظ عشان اشتري عربية في أسرع وقت والحياة تبدأ تبقى مسلية أكثر واتجه لم أخذ شمال وصلت وجهتك يا إلهي تنستر إلهي تنستر وهي عبارة الفنانة بالنسبة للردوة غردت ردوة أعتقد لا هذه هي تغريدة ردوة تقول أعتقد أن جوجل تسعى لتدمير اللغة العربية عندما تقرر بدرية طلبة ستكون الصوت المستخدم في جي بي أس خصوصا أنها ستستخدم عبارة عامية جدا يعني ما الهدف من ذلك الأمر يكون مضحكا عندما نسمعه أول مرة لكن بعد ذلك يصبح مملا يبدو أن الخبر انتشر بشكل غير مسبوخ لدرجة أن جوجل نفسها اضطرت للرد بشكل رسمي على هذه الإشاعة وتقول تساعد خرائط جوجل الملايين من الناس للوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت المصريون زعلوا زعلوا كتير المصريون عاوزين بدرية محمد داني يقول زعلتونا والله تقريبا ما فيش حد في مصر مش عايز بدرية طلبة تبقى صوت جوجل ماب يلا أنتوا اللي خسرانين أما بالنسبة لحساب لانتوس يقول يعني أنتوا عملتوا جوجل أسيستنت بصوت جون ليجنز ومستخصرين فينا صوت بدرية طلبة لحظة يا لانتوس لا تحزن كثيرا يا لانتوس ها هي بدرية لديها بشارة لك ولجماهيرها ستوضحوا في هذا الفيديو سبب الإشاعة واللغط الحاصل آخر حاجة وصلوا لها أنه إحنا هنستعين بالخريطة بتاع جوجل وهيخضوا حق الانتفاع وهعمل أبليكيشن خاص بي اللي حابب يشغل الأبليكيشن الخاص بي يشغلو يسمع الإفهات ويستمتع يتوه بقى هو حور بس هو حابب يشغل الأبليكيشن بتاع بابرية برحته واللي حابب يشغل الأبليكيشن بتاع جوجل بتاع الرجل الجميل ده اللي متعودين على صوته اللي صوته أجش ده تجه يسارا فده تمام لأن جوجل هيست حالة حتغير الرجل ده مش كل الناس حتبقى متفق على صوت بابرية ومش كل الناس حتبقى حابة الإفهات بتاع البابرية أنا الموضوع الكبر في الماغي من حب الناس ومن أنهم فعلا مصرين أن أنا أعمل ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر